اهلا بكم الى لقاء الاولى الذي نصدف فيه الليلة من تونس الكاتب والبحث السياسي نجم الدين العكاري حيث سنناقش معه الجدل الدائر في تونس بسبب عدم دعوة المرزوق لافتتاح البرلمان الجديد قال المستشار القانوني لمراشح الانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي ان ادارة حملة المرزوقي ستقوم بتسجيل مطارب استئنث الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية فيما يتعلق بالطعون التي تقدمت بها حملة المرزوقي وتم رفضها من قبل القضاء الاداري من جهته رجح عضو هيئة الانتخابات المستقلة نبيل بافون تحديد موعد الحادي والعشرين من ديسمبر تاريخا لاجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وقد اثار عدم دعوة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي لحضور الجلسة الاتتاحية لمجلس نواب الشعب البرلمان اثار جدرا وتساؤلات عبر وسائل اعلام محلية وصفحات التواصل الاجتماعي عن سبب الواقع فيما بررها رئيس المجلس التأسسي المنتهية ولايته بانها لأسباب بروتوكولية والعلاقة لها بالسياسة فيما فشل المجلس في التواصل الى اتفاق بشأن انتخاب رئيس للبرلمان مما استدعى تأجيل الحصم حتى جلسة الخميس المقبل نضع اليوم نقطة النهاية لأشغال المجلس الوطني التأسيسي ونترك للقراءة التاريخية الموضوعية مهمة التحليل والتقويم بهذه الكلمات ودع مصطفى بن جعفر رئاسة البرلمان التونسي ومنحها آليا لمن يلقب بشيخ المناظلين علي بن سالم أكبر النواب سنا جلسة الافتتاح سجلت حضور رؤساء الأحزاب وكبار المسؤولين الحكوميين وممثل المنظمات الوطنية جلسة مكنت النواب الجدد من استكشاف خطواتهم الأولى ومن إبراز أولئك الذين يعيدون التجربة طموحاتهم ومهامهم الجديدة دخلنا اليوم المجلس النواب البرلمان التونسي يدخل التاريخ كأول برلمان في العالم عليه تمثيلية للحزب خاص بالفلاحين هناك عملية انتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء نعتبره أنه مازلنا في مرحلة البناء المجلس الوطني التأسيس يعطى لتونس دستور وأولى أولويات مجلس النواب الشعب باش تكون تركيز المؤسسات الدستورية اللي هي باش تكون ضامنة الديمقراطية أخذ ورد شهدته الجلسة العامة إضافة إلى تعليق متكرر للأشغال انتهى إلى إبقاء الجلسة مفتوحة واتفق الجميع على تأجيل التصويت على رئاسة البرلمان إلى يوم الخميس المقبل من أجل مزيد التنسيق والتشاور ويبدو النائب عن نداء تونس محمد الناصر الأوفر حظا بين المرشحين لنيل ثقة أغلبية النواب لهذا المنصب لنيل جمهورية الثانية أول مؤسسة برلمانية متعدة وقع انتخابها بانتخابات حرة شفافة وفي ظروف طيبة هذا يجعلنا نأمل الخير بالنسبة للمستقبل وتعكس التجذبات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التونس التأثير الكبير لرهان الانتخابات الرئاسية واستمرار الفجوة في وجهات النظر بخصوص المستقبل السياسي القريب لتونس مئتاني وسبعة عشر نائبا يدخل أغلبهم البرلمان للمرة الأولى لطي صفحة التأسيس ورسم ملامح تجربة نيابية تمتد لخمس سنوات ستكون حاسمة في تركيز مقومات الدولة المدنية الديمقراطية أيمن الرزقي سكاينيوز عربية من أمام مجلس نواب الشعب تونس وبالعودة إلى الموضوع الأولى اليوم التونسي وغياب المرزوق عن الجلسة الأولى للبرلمان في تونس ينضم إلينا من تونس الكاتب والباحث السياسي نجم الدين عكاري أهلا بك سيد عكاري إذن غياب المرزوق عن الجلسة الأولى أثار تعليقات كثيرة وانتقادات ربما يعني وهناك من وصف ذلك بأنه استهتار بالمؤسسات المنتخبة ما رأيك؟ شخصيا لا أرى أن الأمر وصل إلى هذا الحد وكما فسره رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي بشر عملية الدعوات وتنظيم الجلسة الافتتاحية قال أن أمر بروتوكولي وحضور رئيس الجمهورية المؤقت ليس واجبا باعتبار أنه رئيس السلطة التنفيذية ولا علاقة له بتسليم السلطات بين المجلس الوطني التأسيسي المنتهي ولاياته وبين مجلس النواب الجديد وهما جعل رئيس الحكومة فقط وفريقه توجه له الدعوات باعتباره على علاقة بالمجلس النواب الجديد باعتباره أنه سيجيبون النواب في خلال الجلسات القادمة حول ميزانية الدولة وحول بقية مشاريع القوانين التي ستضغط في مجلس النواب عكس رئيس الجمهورية هناك من يتعلل بأن الدستور الصغير أو القانون المنظم للسلطة المؤقتة يسمح بحضور رئيس الدولة بل يتوجب ذلك ونعلم كما يقول عديد فقهاء القانون الدستوري أن القانون الدستور الصغير انتهى بانتخاب المجلس بانتخاب التونسيين للدستور ودخوله حيث العمل ولكن هناك من يقول هذا الجدل جاء من جانب واحد هناك من يقول أن هذا الدستور الصغير لا يزال ساري المفعول إلى الآن نعم هناك خلاف لكن أعتقد شخصيا ولست فقها دستوريا أو عالما في الدستور بأن الدستور الحالي التام هو الذي أصبح ساري المفعول وألغى بدخوله القانون الصغير أو الدستور الصغير القانون المنظم للسلطة العمومية المؤقتة منذ دخوله في أواخر شهر جامف من الصنة الفاري تهقونابت 11 شهرا مرت عليه ولا أعتقد أن ذلك أغلب أستاذة القانون الدستوري لم يشيروا إلى ذلك هناك نوع من العتاب صادر عن حزب المؤتمر الجمهوري حزب رئيس الجمهورية وغيره من الأحزاب المتحالفة معه ورأت فيه إذمارا وأنية سيئة لكن عدم الدعوة جاءت من حليف رئيس الجمهورية سواء في الترويك أو حتى حاليا في الانتخابات الرئاسية مصر بن جعفر زعيم حزب التكتل وأمينه العام هو من لم يدعو المرزوق وهو متحالف معه خلال حكم الترويك وأيضا متحالف معه خلال الانتخابات الرئاسية في جولتها الماضية وأيضا في الجولة الثانية وأعلانها ذلك صراحة ولا أعتقد أن الحليفة يمكن أن يقصي حليفه في هذا الشأن طيب فريق حملة المرزوق اعتبر أن الأمر يمكن أن يكون تصفية حسابات وحسابات سياسية من قبل خصومها الذي يسيطرون على عدد الأكبر في البرلمان التونسي خاصة نداء تونس هل يمكن أن يكون ذلك اتهاما وقاعيا؟ هناك بعض الحساسيات تتم بين الفريقين بين نداء تونس وبين حزب متمر الجمهورية وتأويل كل الأنشطة وكل المواقف يتم تأويلها بالنسبة لحزب نداء تونس ولست منه ولا من قريب ولا من بعيد لم يحضر الاجتماع التنسيقي لترتيب الجلسة الافتتاحية التي حضرها نوابا عن عديد الأحزاب الأخرى بما في ذلك حزب حركة النهضة لحل ثانيا في الانتخابات التشريعية وغاب عنها حزب نداء تونس ومن قام بالترتيبات هو رئيس المجلس الوطني التأسيسي المتخلي مصفى بن جعفر مع بقية الأحزاب ولم يحضر نداء تونس قد يفهم من ذلك حسب فريق منصف المرزوقي والأحزاب المتحالفة أن هناك نية قصدية في إبعاد رئيس الجمهورية وهناك أيضا من قال أنه إذا حضر رئيس الجمهورية كان سيتكلم وسيلقي بيان إلى الشعب التونسي وهذا لا يجوز باعتباره مترشحا في الدورة الثانية ولا يخدم أيضا منافسه سيد باجي قديسيبسي الذي وإن حضر لكنه لم يتدخل لم يلقي كلمة هل برأيك أن هذا الحادث سيضيف نوع من أنواع التشنج في الأجواء السياسية في المرحلة التي تسبق الدورة الثانية للانتخابات نعم هذا صحيح هناك تشنج من هذا الطرف وذلك اليوم هناك النيابة العمومية في تونس فتحت بحثا تحقيقيا حول مجموعة من المعلقات الإشهارية التي تم إلساقها في بعض الفضاءات الخاصة في شوارع تونس الكبرى وفهم منها فريق المنصف المرزوق أنها إساءة إليه باعتبار أنها تحمل كلمة المؤقت عن النظافة وعن غيرها من الأشياء وارتفاع الأسعار والفقر ومرادفة بكلمة المؤقت وهما أغضب مجموعة جماعة المرزوق وطالبوا عن طريق الهيئة العليا المستقلة لانتخابات بإزالتها وهما فعلته بلدية تونس وهناك خلاف قضاء ولجوء غدا من قبل الشركة التي قامت بشركة الأعياليات والتي يعتبرها أنصار المرزوق قريبا من المنافس من الباجي قائد السبسي هي من قامت بذلك وهي سترفع قضية لدى المحكمة الإدارية لإزالة هذا القرار والتوقف عن تنفيذه باعتبار أن هناك بعض المعلقات الإشهارية التي تحمل صفة المؤقت ما زالت موجودة في بعض شوارع العاصمة وهناك قضية وهناك جدل بسبب هذه المعلقات الإشهارية التي لا تحمل طابعا سياسيا ورأت هيئة الانتخابات أنها فيها شعارات سياسية قد تمس من السيد منصف المرزوقي وتخدم مصلحة منافسي السيد الباجي قائد السبسي طيب غياب المنصف المرزوقي عن الجلسة الأولى للبرلمان هل يمكن أن تكون له أي تداعيات على الحياة السياسية في المرحلة المقبلة؟ أعتقد أنه لن يكون لذلك تداعيات كبرى عداء التشنج على فريقه وعلى بقية المناصرين له أيضا هناك من يقول من المراقبين ومن السياسيين أن تقديم السيد منصف المرزوقي عن تاريخ محاميه اليوم للاستناف في قرارات المحكمة الإدارية يهدف إلى أو يعبر عن هذا التشنج الذي أصاب الفريق ورئيسه بعد عدم دعوته إلى الجلسة الافتتاحية وهي الجلسة اعتبرت عادية وليست جلسة ممتازة باعتبار أنها تسليم للصورة التشريعية بين فريق المجلس التأسيسي وفريق مجلس النواب الجديد هناك من قال أن المرزوق الذي تعهد للسيدة رشد الغنوشي باختصار أجال الطعن في المحكمة الإدارية وعدم وفهم أنه عدم تقديم الاستئناف فهموا أن هذا التراجع والنكث للتعهد فيه ردة فعل عن قرار عدم دعوة المرزوق وخاصة وأن غريمها ومنافسه البلاجي قادي سبسي حذر بصفته رئيس حزب نيدا تونس تقديم اليوم حملة المنصف المرزوقي أعلنت أنها ستستأنف على قرار المحكمة الإدارية التونسية بخصوص الطعون هذه الخطوة هل تعتبر هل يمكن أن نضع في سياق ردة الفعل على عدم دعوته للبرلمان عديد المراقبين وبعض السياسيين قالوا أنها تندرج في طاري ردة الفعل من عدم الدعوة ومثلما أشرت إلى ذلك خاصة وأن هناك من يقول أن المنصف المرزوقي اغتاض قليلا لما رأى حالة الود بين حليفة حزب حركة النهضة الذي أوصله إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وزعيم حركة نيدا تونس ومنافسه في الجولة الثانية من الانتخابات بيجي قيد سبسي وقد أظهرت الصورة التلفازية عناقا بين الشيخ عفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة والنائب في البرلمان وبين سيد بيجي قيد سبسي المترشح ورئيس حزب نيدا تونس وأيضا الحديث الودي الذي دار بين سيد رشد الغنوشي نعم بخصوص هذه النقطة أيضا في بهو بخصوص هذه النقطة سيد نجم الدين رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي صرح بعد الجلسة الافتتاحية للبرلمان قال أن هناك حوارات بين الكتل السياسية سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة ما هي السيناريوهات والاحتمالات المتوقعة من تلك الاتفاقات والحوارات السياسية التي أشار إليها مثلا حزب حركة النهضة عقد مساء اليوم اجتماعا لمكتبه التنفيذي وهو على ما يبدو متواصل إلى الآن وهناك مفاوضات جارية حول اسم الشخصية التي سترأس من مجلس النيابي ونائبيه هناك سيناريو أول أن يحافظ حزب نيدا تونس على مرشحي سيد محمد الناصر على أن يكون نائبه من حركة النهضة ويبدو أنه قد يكون الشاب أسامة الصغير وهو من القيادات الشابة في حزب حركة النهضة وعذو مزلس الشورى به وهناك سيناريو أعلى أن يكون النائب الثاني من الاتحاد الوطني الحر وهي أستاذة في التعليم الثاني وتكون نائبة ثانية وهناك سيناريو آخر أن يتأخر سيد محمد الناصر وليس يقدم ترشحه وفي هذا الشأن يقدم السيد سمير ديلو أو السيد عبد الفتاح مورو ترشحه لمجلس النواب ويتم دعمه من حزب نيدا تونس ومن الاتحاد الوطني الحر ومن حزب أفاق لتفوز حركة النهضة بشكل كبير برئاسة المجلس الوطني برئاسة البرلمان الجديد على أن يتم ذلك دعم سيد البلاجي قيد السبسي أو عدم دعم سيد المنصف المرزوق يتخلي عنه عكس ما تم في الدورة الأولى وهذا ما سيؤكده اجتماع مجلس الشورى في نهاية هذا الأسبوع خاصة إذا فازت حركة النهضة أو تم توافق على منحها كرسي رئاسة المجلس النواب الجديد هل هذه التوقعات والاحتمالات والسيناريوهات هي السبب وراء تأجيل انتخاب رئيس للبرلمان التونسي نعم كان هناك منذ البداية حديث عن رغبة في التوافق وفي التشاور بين أغلب الكتل أو خاصة الكبيرة منها نعرفه خاصة بين حزب النهضة وحزب نيدا تونس والجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر الجبهة الشعبية بدأت غير معنية رغم أن هناك من يقول أن نيدا تونس كان وعدها أو طرح عليها إمكانية الحصول على رئاسة المجلس وتم الاتفاق مبدئيا على أن يتم منح هذا المنصب إلى سيد زياد الأخضر لكن يبدو حسب بعض التسريبات من داخل الجبهة ومن داخل قبة البرلمان أن الجبهة الشعبية قدمت ثلاثة مترشحين دفعة واحدة تنافسوا فيما بينهم على الرئاسة وهما رأته حرك نيدا تونس كانه عدم استعداد أو عدم جدية في التعاطي مع هذا الملف ولكن سيد نزم الدين ألم يكن من المفترض سيد باجي قيد السبسي ألم يكن من المفترض أن يتم اختيار رئيس نواب مجلس نواب الشعب في الجلسة الأولى وفقا للمادة أو الفصل التاسع والخمسي من الدستورة التونسي نعم لكن فوقها للقانون الدستوري يقولون أن الجلسة الافتتاحية ما زالت متواصلة لم تنتهي باعتبارها أبقيت بحالة اجتماع أو أبقيت مفتوحة إلى حد يوم صباحي غد عند العاشرة صباحا وهي لم ترفع بشكل نهائي أنها نفس الجلسة ستتواصل لكن فسحة مجالا لـ 48 ساعة لبقية الأطياف السياسية لتشاور فيما بينها والدخول بوفاق حتى يتم انتخاب مكتب مجلس النواب أي الثلاثي بشكل توافقي وبما يمكنه من العمل بكل أريحية وانسجام بين كل الأطراف حتى لا يحصل ما حصل سابقا في المجلس الوطني التأسيسي شكرا لك من تونس الكاتب والبحث السياسي نجم الدين عكاري شكرا يمكنكم مشاهدين المشاركة معنا من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم